أهلا وسهلا بكم للتحويل من النظام الثنائي للنظام الست عشري قمنا كما رأينا في الدرس السابق بتقسيم العدد في النظام الثنائي لأجزاء لها أربع ناصر قلنا لما أربع ناصر لأن جميع عناصر النظام الست عشري يمكن تمثيلها في النظام الثنائي بأربعة ناصر بأربع وحدات تلاقمنا السفر الذي هو سفر 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 إلى F الذي هو واحد 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 التحويل في التجاه المعاكس يعتمد أيضا على معرفة تمثيل عناصر النظام الست عشري في النظام الثنائي إذن لهذا أولا أبدأ بكتابة أنوان الدرس لذين في هذا الدرس التحويل من النظام الست عشري إلى النظام الثنائي إذن النظام الست عشري محول إلى النظام الثنائي هذا الشكل النظام الثنائي إذن قلت أن التحويل من النظام الست عشري إلى النظام الثنائي أيضا سيعتمد على معرفة تمثيل كل عناصر من عناصر النظام الست عشري في النظام الثنائي أعيد كتابة عناصر النظام الستة وشيري قلنا أنها هي في لقمنا الصفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وأيضا لدينا تمانية تسعة نكمل بالحرف A B C D E و F طريقة سهلة لمعرفة تمثيل هذه العناصر في النظام الثنائي أني أكتب تمثيلها تمثيل الصفر حتى سبعة بثلاثة واحدات فقط ثم هي الصفر كما رأينا في النظام الثماني 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 هي الأربعة 1 0 1 هي الخمسة وعيد نفس الكتابة في الطرف الآخر لجدول من الثمانية حتى F وعيد نفس بعد ذلك أعود للجزء الأول من الجدول هنا لدي جزء المقسم على خانتين من الصفر حتى سبع وخانتين من الثمانية حتى F إذن أعود للجزء الأول وأكمل الأربع وحدات بالصفر في الأول صفر 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 والجزء الثاني بالواحد واحد واحد في الأمام واحد 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 فيكون هذا هو تمثيل الأدات من الصفر حتى F في النظام الثنائي لو عدنا للدرس كما قمنا بتمثيله في النظام الثنائي في الدرس السابق دون الحاجة لهذه الطريقة هي نفس النتيجة هذه الطريقة أسرع فقط لكن معرفة معناها أي التحويل من النظام الثنائي للستة عشاري فتطرقنا له في درس السابقة طريقة سريعة للتحويل الآن أعود للترس وهو أني أقوم بتحويل عدد النظام الثنائي في النظام الثنائي أخذ مثال لعدد في النظام الثنائي مثلاً أخذ العدد إثنائين ب أ أكتب طريقة أفضل إثنائين ب أ واحد في النظام السلت عشاري كم يساوي في النظام الثنائي؟ إذن أعيد كتابتنا العدد إثنائين ب آ واحد يساوي إذن انتلاقاً من اليمين إلى اليسار في هذا الاتجاه أخذ كل عنصر لدي هنا واحد لدي آ لدي ب ولدي إثنائين إذن كل عنصر وأقوم بتحويله إلى النظام الثنائي أو أعوضه بتمثيل في النظام الثنائي فيكون النتيجة هي طر rearrange oper również هو صفر 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 ثم 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 هنا هي واحد سفر ثم آ ثم 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 f ثم ثم واحد سافر واحد واحد ولدي اثنين اثنين هي سافر سافر واحد سافر 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 واحد سافر فيكون هذا هو تمثيل هذا العدد في النظام الثنعي اخذ مثل اخر ابسط اكون مثلا من رقمين اخذ مثلا ثلاثة اف في النظام الست عشري اقوم بالترقم تمثيل وبتمثيل كل عنصر في النظام الثنعي لدي اف هو واحد 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 اذا اكتب هنا واحد او اكتب بلون مغاير وواحد واحد 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 ولدي ثلاثة هي سافر سافر واحد واحد اذا هي سافر سافر واحد واحد فيكون هذا هو تمثيل العدد في النظام الثنعي لو عد للدرس السابق هو التمثيل من النظام الثنائي للنظام الستوشري وللتأكيد على ضرورة تمثيل كل عنصر بأربع عناصر في النظام الثنائي لو عد لذلك الدرس وأردت القيام بنفس العملية هنا أي العودة من النظام الثنائي للنظام الستوشري فأقوم بالتقسيم لأربعة أجزاء فأحصل هنا على 1111 هي F وهنا على 0011 التي هي ثلاثة نفس الشيء هنا أقوم بالتقسيم لأربعة أجزاء هنا لدي أربعة أجزاء هنا وهنا كان بالضرورة يجب تمثيل كل عنصر في النظام الستوشري بأربعة واحدات في النظام الثنائي حتى لو كان يمكن تمثيله بواحدة واحدة فقط مثلا كما هو الحال بالنسبة لواحد يمكن أن أمثله بواحد فقط لكن هنا أمثله بالصفر الصفر الواحد يعني لو أردت الرجوع في التجارة معاك للتمثيل فقط حين أقوم بتمثيله بأربعة واحدات سأصل لنفس النتيجة إذن كان هذا هو درس التحويل من النظام الستعشري لنظام الثنائي في الدرس المقبل سنتعرف على طريقة التحويل من النظام الثماني إلى النظام الستعشري لن تكون فيها أي شيء جديد فقط مرحلة وسيطة تعرفنا على كيفية التعامل معها في الدرسين السابقين والدرس الحالي سنستغلها في الدرس المقبل إن شاء الله للتحويل من النظام الثماني للنظام الستعشري وأيضا للتحويل من النظام الستعشري للنظام الثماني نلتقي في ذلك الدرس إذن إن شاء الله إلى اللقاء